اشتركوا في القناة وكذلك هذه تأتي الزيارة الثانية للجائزة للمملكة العربية الشقيقة منذ انطلاق الجائزة وتأسيسها في 2007 ونحظى الحمد لله بدعم كامل من السلطات المختصة في المملكة المغربية الشقيقة في تسهيل مهمة الأمان العامة لجائزة خليفة تربوية في هذه حقيقة الرحلة وقد التقينا بقيادات تعليمية في وزارة التربية وكذلك في وزارة التعليم العالي وفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي واليوم نحن في جامعة محمد الخامس والتقينا بنخبة من الأساتذة الجامعيون وكذلك الطلبة والمعيدون في الجامعة وكان هذا محل فخر حقيقة وفرصة كبيرة للتعريف بجائزة خليفة تربوية نتمنى من خلال ذلك إن شاء الله أن نحظى بمشاركات كبيرة وكثيرة في مختلف التخصصات والمجالات التي تطرحها الجائزة من الأفراد والمؤسسات كذلك التعليمية المختصة ذات العلاقة بمجالات جائزة خليفة تربوية فنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله عامل تفكي داي عميد كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالريباط طبعاً استضافة اليوم لوفد عن جائزة خليفة تربوية بدولة الإمارات العربية الشقيقة هو من أجل فتح أفاق أمام الأساتد الباحثين ودول مشروعات تربوية المبتكرة حقاً والذين يشتغلون سواء في البحث تربوية وغيرهم المواضيع الأخرى المرتبطة بمجالات الجائزة أن يكونوا متميزين لأن الشعار الجائزة هو ميز نفسك بمعنى أننا نبحث عن هذه الطاقعة الرائدة التي يمكن أن تخلق الحادث ويمكن أن تتميز وأن تعرف على المستوى المغربي والعربي والعالمي لأن جائزة هي عالمية وبالتالي ليس مهم قيمتها المادية بقدر ما هو مهم بالنسبة للأستاذ والباحث هذه القيمة المعنوية التي من خلالها يتعرف العالم على أبحاته ويتعرف على ابتكاراته في مجالات الجائزة المذكورة شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك